موسيقى السلام عليكم اليوم سوف نرى المشروع انجاز نافق جبل الوحش ليقع الشرق مدينة قاسنطينا والتي تعقلت الاشغال به بسبب مشاكل كثيرة طرأت في بداية الاشغال في 2015 و2016 مع الشركة اليابانية كوجال ثم ان المشروع هذا بعدما تم فسخ العقد مع الشركة اليابانية قعد عامين بدون اشغال حابس ثم انطلق مع الشركة الجزائرية كوسيدير اللي اخذت على هاتيقها مهمة انتهاء من مشروع هذا اللي يبلغ طلله حوالي 1800 متر واللي اه اخذت بدأت الاشغال فيه اه في سنة 2019 والان والان اه بعد اه حوالي اربع سنوات اه الاشغال تقرب من نهايتها و اه كما نشاهد اه فيه اه يعني اه تقدم الاشغال يعني بارابور للسنة 2019 اه 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 على حسب يعني التقديرات و يعني الدراسة فالمشروع هذا سوف يسلم في بداية اه سنة اه سنة اه سنتين من الان اه اه وهذا النظر للصعوبة الكبيرة التي اه يعني اعرفها بسبب الكمية الكبيرة للامطار التي اه تتجمع فوق النفق هالنفق بيتو بالنفقين الحقيقة فيها زوج انفاق يعني الصعوبة يعني تجمع الامطار في بحيرات فوق الانفاق هذه وينتج عن ذلك تسرب مياه كبيرة كثيرة يعني تقريبا طوال السانة لان البحيرات هذه تنقص في الكمية التعلماء لكن يبقى التسرب التعلمية اه على طوال السانة بسبب وجود كما قلنا اه عدد من البحيرات اه من فوق النافق في على مستوى غابة غابة ما اسمها غابة بتاع جبل الوحش اذن اه ان شاء الله الامور يعني المشكلة هذا يتحل ويعود النفق الى العمل لانه فيه يعني انديفياسيون انحيرف للطريق وهذه الديفياسيون طويلة وفيها مشاكل كبيرة لانها فيها منعاجة منعاجات خطيرة ان شاء الله انتهي الاشغال من هذا النفق اللي يوجد على طريق السيار شرق غرب وتعود الامور يعني تتحسن يعني الظروف تعلق السياقة في هذه المنطقة وان شاء الله بيكون فيها خير السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر